ارتفع الربح المتحقق من أنشطة شركة مصفات البترول الأردنية بعد خصم الضريبة بنسبة 35% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وسجلت أرباح الشركة الصافية في نهاية شهر أيلول من هذا العام 32 مليون وتسعمائة ألف دينار مقارنة مع 24 مليون و400 ألف دينار للفترة ذاتها من العام الماضي ووفقا للبيانات توزع صافي ربح الشركة على نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز بواقع 12 مليون و200 ألف دينار 5 مليون و400 ألف دينار من صناعة الزيوت المعدنية و15 مليون دينار من تسويق المنتجات البترولية هذا وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة مصفات البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلوين أن استراتيجية الشركة وخططها حققت نسبة جيدة من الأرباح معتبرا أن هذه الأرباح تعزز من المركز المالي للشركة